الأسير ماهر الأخرس يعانك الحرية بعد أن كسر القيد وانتصر على السجان واستقبل في مستشفى النجاح الجامعي في مدينة نابلس وأجريات له الفحوصات الطبية اللازمة حيث ما زال يعاني من ضعف عام في صحته لكن لقاءه بوالدته وذويها كفيل بأن يجعل من تلك المحنة ذكريات بطولية بالله شفته الحمد لله رب العالمين صح صحته متأثري يعني ومتراجعة متأمنين من رب العالمين أنه يرد صحته عليه وشافي وكوي ويكف على جريه إن شاء الله متأمنين من رب العالمين الله يشافيه كريب فبكل فخر بكل اتزاز رفعنا رأسنا بصمود هذا البطل اللي هو مهر الأخرص وأسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يفك أسر جميع الأسرة القابعين في السجون الإسرائيلي زمن الهزائم قد ولى واقترب وعد الله في التحرير هذا ما قاله الأخرص في مؤتمر صحفي عقد أمام منزله في سيلة الظهر جنوب جنين كما أكد أن الشعب الفلسطيني قادر على الانتصار حينما يكون موحدا في وجه الاحتلال الغاشم وأن الكيلة الفلسطينية قد طفح وعلى الاحتلال الرحيل لا أتوقع من الشعب الفلسطيني أي خذلان لآلام شعبنا للأسير أو للشهيد أو شعبنا الحمد لله دائما معطاء وأذكر دائما عندما كنا في السبعة وثمانين كنا ضعفاء أمام الاحتلال وأمام العملاء معه وعندما هب الشعب الفلسطيني لم يكن قيمة للاحتلال وعملائه احطروا جميعا من المناطق ولم يقدروا أن يدخلوا قباطية ولا سيلة الظهر ولا أي منطقة بالحجر فقط فكيف شعبنا إذا توحد الآن 103 أيام من معركة الأمعاء الخاوية خاضها الأخرص رفضا لاعتقاله الإدارية تكللت بانتصاره على جبروت السجان ليتنفس هواء الحرية على أرض بلده وبين ذويها بعد أن كسر القيد وسجل في إضرابه ملحمة بطولية فلسطينية جديدة نصر أسطوري جديد تسطره الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال على يد ماهر الأخرص بعد 103 أيام من معركة الأمعاء الخاوية رفضا لاعتقاله الإدارية ليعانق الحرية اليوم ويحتضن عائلته وذويها بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الشهادة من سيلة الظهر جنوب جنين رجاء جبر من قناة الكوفية موسيقى